لا تنس! استعمل كود الخاصم cg في موقعات واكس إذا كنت تريد أن تشتري في جنت شين أو أي لعبة غات شاف بأرخص الأسعار أوكييي، أنا آسف هذه الاياب قعد نازل كثيرا على الانتقادات وجنت شين وهذه الأمور لكن أخيراً أتوقع أن böyle يحصل تغييرا يا جماعة أنتظر هذه المرحلة منذ سنوات أوكييي من أين أبدأ؟ هاااااااا هااااا جنت شين ايباكت تخسر ملايين المتابعين في الصين وعندما تتكلم الصين نحن نعرف ماذا يحصل تعرفون اخر مرة تكلمت فيها الصين عندما تسببوا في حصول جونجلي على باف الشخصية الوحيدة اللي حصلت على باف في اللعبة وعيد كلامي جنشن خسرت مليون متابع في يوم واحد تخيل الان لكل المتابعين يقولوا اه انت سعيد بخسارة جنشن انا مش سعيد بخسارة جنشن انا سعيد انه هذا سوف يسبب في تغيير جنشن هما ناس اقلية صغيرة لكن صوتهم يكون عالي احيانا فيجب ان نخليهم يفهموا معنا نحن نريد ان نحسن اللعبة وهذا الذي سيحسن اللعبة لا نريد تخطيم اللعبة في ناس تتوقع اننا في مكان اخر لا يا جماعة نحن نريد تحسين اللعبة خليني يفسر ماذا حصل بضبط شفتوا اليوتيوبرز العرب انا كنت اقوم بفيديو اليوم عن اليوتيوبرز العرب اللي هلبوا على اللعبة وانا منهم انا من البداية انتقد لكن فيديوهات الانتقاط كثيرة الان ممكن لانه وذرق ويفز اقتربت فحل الوقت لكي نشد الهمة ولا انطلق لكن هذا هو الذي سيساءت في تحسين هذه اللعبة والان حال الوقت لانه اذا خسروا مليون الان اتوقع وذرق سوف تجعلهم يخسروا مليونين اذا لن يفعلوا شيء الان خليني يفسر شيء الصينيين لما يقومون بشيء يقومون به عندما يقررون انهم يقاطعون جنش يقاطعونها مليون متابع تخسروا في يوم هذا واضح انه شي قوي نحن عندما نقاطع شيء او نريد ان نقاطع اليوم وبعدها نعود له وكأننا لن نفعل شيء لذلك جنش لن تهتم اصلا الاصوات ولا لن تصل لها لاننا ندفع عليها لكن الان عندما يحصل الامر في الصين الامر مختلف بشكل كبير المشكلة لانا الامر اصبح اكثر بجدية يعني في واحد كاتب اوه الامر حزين اتمنى انه يصير اسوأ اتوقع انه بمشاركتنا نحن في باقي رجاء العالم مش فقط العرب ممكن الامر سوف يصبح اسوأ ويخليهم يتحركون لكن حتى الصين سوف تكون نوعا ما كافية خليلي اتكلم اكثر في وقت كلامي الان هم لا يزالون يخسرون المتابعين هذا التغيير سوف يتسبب في تغيير كل شيء هذه بداية انا اشوفها سوف تكون بداية التغيير الفكرة انه الان انا اؤكد لكم انه سيحصل شيء لكن اتمنى انهم لا يعطونا فقط عشر صحبات اخرى اتمنى انه لن يفعلوا ذلك لانه عندما غضبنا في الجلوبل في اول سنة للعبة اعطونا عشرة صحبات زائدة لكن هذا ليس كافي نريد ان نبدأ في التغيير الكبير في اللعبة وان نرى قوة المشاركة للصينيين الصينيين الان يعاركون لانهم يحصلون على ريوردات اقل منا كجلوبل كوميونيتي انا مش فاهم هذه الفكرة بالضبط هم حصلوا على ثلاثة صحبات ونحن حصلنا على عشرة انا مش فاهم اوكي صح انه عشرة اكتر من ثلاثة لكن هذا ايضا لا يعتبر عالي هو كما قال هذا الشخص ماذا تعتبروه كثير نحن عندنا عشرة صحبات فقط لكن يبدو ان الكثير بدأوا باعطائها نجمة واحدة في بيلي بيلي وسوف تنزل اكثر واكثر انا قاعد اسجل الفيديو كل دقيقة اجد شي جديد الناس تتكلم على الموضوع وتتذكر دراما جونجلي اللي لا يعرف دراما جونجلي جونجلي نزل ضعيف نوعا ما اول ما نزل فحصلت دراما في الصين خلاته يتغير ويكون الشخصية الوحيدة التي تحصل على بف ويكون بروكن كما هو عليه الان صراحة الان عندما اكتشفنا السبب السبب ربما لن يكون اكبر سبب ممكن انه فقط في الصين الامر لكن وفي الصينيين عندما يتحركون مليون متابع خسرت اللعبة الان كيف يمكن ان يؤثى ذلك علينا يجب ان نشارك يجب ان نفعل نحن ايضا مش كعرب فقط اقصد بقية العالم واتمنى انه باقي اليوتيوبرز في اي منطقة يفعلوا ذلك ويتكلموا عن الموضوع لكي نحصل على تغيير ولا كي لا يحصل التغيير فقط في الصين وليكون واضح المطورين بالفعل قاموا بالاعتذار وقالوا انهم سوف يقوموا وقالوا انهم سوف يقومون بمحاولة زيادة المشاركة مع اللاعبين واخذ ارائهم يا انهم يعرفون انهم لا يستمعون للعبين وهم قالوا ايضا انهم سوف يزيدون في الريوردات التي ستأتي في العام الجديد ربما ستكون للصين فقط ربما عندنا لا يزال الناس مش ساعدين لا تزال جنشن تخسر من ناحية المتابعين والامور في تطور لكن كما ترون اخذ الصين يوم واحد لكي يحركوا جنشن لانهم يفعلون ما يريدون جنشن عندها تسعة مليون متابع في يوم واحد صارت ثمانية مليون متابع عاما نتكلم انا ساعيد بما اني شفت اليوتيوبرز العرب الان صاروا يتكلمون عن الامر وكما ترون الاقالية الان ممكن تفهم في وجهة النظر اللي عندنا وانه نحن الاشخاص اللي صح هذا مش فقط وجهة نظر هذه حقيقة ان اللعبة فيها مشكلة اللعبة لا تعامل اللاعبين بشكل جيد هذه هي بداية التغيير انا سأتابع الامر ربما غدا يتغير شيء وسوف نزل عليه فيديو ان شاء الله سأحاول نشتغل على فيديو فالورنت قريبا لكل من يطلب فيديو فالورنت المهم يا جماعة قولوا لي رأيكم انتم على التغيير انا اتمنى ان هذا يتسبب في الشركة لكي تتحرك كثيرا وتغير في اللعبة لان الامر اتمنى نو يخرج الامر على السيطرة اكثر وانا مرة اخرى لا اكره جنشن هي من افضل الالعاب بالنسبة لي وفي مرحلة ما كانت افضل لعبة بالنسبة لي باني اشوفها لا تتحسن هو امر مقلق المهم ما رأيكم انتم في معظم في الصين هل تتوقعون ان الامر سوف يأتيب ايلينا و جنشن تتغير للابد في الفين و اربعة و عشرين اما انو سيعطون انا اعاش صاحبات اخرى هذا كان فيديو اليوم شكرا على لايك و اشتراكك السلام عليكم اشتراك لم يكون حرم تشوف حرمج اشتراك المترجم اشتراك